أهلا بحضراتكم من جديد وتفاصيل مهمة جدا من مقر إقامة بحثة فريق النادي الأهلي النهاردة كان التدريب الأساسي والرئيسي للفريق استعدادا لمباراة الغد أمام بالمراس في تحديد مباراة المركز الثالث والرابع الساعة خمسة المباراة بتوقيت القاهرة بإذن الله الفريق خاض النهاردة مرانو الظهر كان فيه مؤتمر صحفي كان فيه اجتماع فني فيه تفاصيل عديدة وكثيرة لذلك أزهر مباشرة إلى زميل العزيز أمير هشام موفد قناة الأهلي عشان نتعرف منه على الجديد بالنسبة لأخبار البعثة وإحنا بنتكلم خلاص بقى في المشهد الختامي فبإذن الله إن شاء الله يكون ختمها ميسك ويكون فيه أخبار جيدة ومباراة البكرة إن شاء الله يكون كل شيء فيها رائع بإذن الله مساء الخير يا أمير مساء الخير عليك يا محمد تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدين ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان طبعا النهاردة آخر مران للنادي الأهلي هنا في المونديال انتهى منذ حوالي نصف ساعة قبل دلوقتي تحديدا وكان مران مهم وهو المران الوحيد والأخير استعدادا لمباراة الغد أمام بالميرس المباراة اللي حتكون فيه تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المونديال الخامسة بتوقيت القاهرة الفريق استعد من خلال مران اليوم بشكل قوي جدا كان واضح أو إن فيه حماس كبير على وجوه اللاعبين ومستر بيتسو مسمان يركز على بعض الجوانب التكتكية والخطاطية الخاصة بمباراة الغد وكمان يعني قد عدد كبير جدا من تعليمات على مدار التأسيمة تحديدا مع نهاية الموران تقلق عدد كبير جدا في الحقيقة من اللاعبين والكل جاهز ومركز له الهدف الأساسي وهو الفوز بالميدالية البرونزية وده هدف بالنسبة للجهاز الفني واللعبين وكل بيشتغل على كده في الحقيقة يا محمد الأمور ماشي بشكل جيد الغيابات طبعا زي ما عارفين هو حسين الشحات وكهربا ونسبة حسين الشحات وكهربا خلينا كلامك شوية على الجزئية دي لأن النهاردة النادي الأهلي أرسل توضيح وكابتن محمود الخطيب كان حريص قوي على إرسال هذا الخطاب عن طريق طبعا المهندس خالد مرتجي منصق عامل البعثة مع الفيفا واللي كان حريص على توضيح أن الأهلي بيلتزم جدا بكل الإجراءات الاحترازية وباللوايح والقوانين اللي بتتعلق بالاتحاد الدولي وكان حريص كمان على توضيح أن تصرف حسين الشحات وكهربا كان تصرف عفوي ودي كان جزئية مهمة جدا وكان يعني فيه تأكيد على وجهة النظر دي تحديدا فيه خطاب النادي الأهلي اللي تم إرساله صباح اليوم بشكل رسمي لكن هما خلاص حتى الآن هما خارج مباراة الغد بإذن الله الموجودين يعوضوا الغيابات دي وإن شاء الله بإذن الله يكونوا يعني على قدر المسؤولية وعندنا نفسها كبيرة جدا فيه وإن شاء الله يحقق الهدف المرجو علي معلول ودي جزئية مهمة قوي وحابب أتكلم فيها وتحديدا بخصوص إمكانية مشاركته في مباراة الغد ولا لا خليني أقول لك أن الفرص قائمة يا محمد لمشاركة علي معلول في هذه المباراة فيه محاولات مستمر ومكثفة من قبل الجهاز الطبي بطبعا قيادة الدكتور أشرف أو دكتور طبعا أحمد أبو عبلى والجزئية دي فيه تركيز عليها كبير جدا وفيه حرص ومحاولات مكثفة لتجهيز علي معلول أنه هو يلعب هذه المباراة لسه بكرة الموقف يتضح بشكل نهائي لكن الفرص قائمة ودي جزئية حبيت بس أأكد عليها معاك بخصوص علي معلول فيما عدا ذلك الأمور طبعية في الغالب كده هيكون في بعض التغييرات في تشكيل النادي الأهلي غدا بخلاف طبعا البودلاء اللي هيكونوا على حساب كهرباء والشحات ووضح أنها هيكون فيه شكل تكتيكي مختلف شوية بالنسبة لمستر بيتسو مسماني في هذه المباراة ده كان وضح خلال التدريب النهاردة بالتحديد في التأسيمة لكن في كل الأحوال الله أعلم إيه حيحصل بكرة نشوف مستر بيتسو مسماني حيستقر على إيه في النهاية النهاردة طبعا كان يوم مليء بالأحداث كان فيه اجتماع فني الصبح وكان فيه طبعا المسحة الطبية الخاصة بالبعثة بالكامل وكان فيه المؤتمر الصحفي اللي كان فيه عدد من التصرحات سواء لبيتسو مسماني أو محمد الشناني المؤتمر ده كان في استاد المدينة التعلمية بعد الوصول للفندق في هذه اللحظات خلاص كل لعب يعني رحل الغرفة بتاعته بعد شوية حيكون فيه العشاء بالنسبة اللعابي لنادي الأهلي والنهاردة كمان كان فيه محاضرة فني مستر بيتسو مسماني مع اللعابين بخصوص نقاط القوة الضعف لفريق بالمرس يا رب نتمنى لهم التوفيق في مباراة الغد ويقدروا يساعدوا جميل الأهلي بإذن الله لو فيها استفسار أنا معاك يا محمد أمير انت ولتنا معلومة مهمة جدا وطمنتنا يعني فيه إمكانية إن شاء الله احتمال يكون علي معلول موجود في مباراة الغد وده يعني أكد يعني معنى كلامك أن التصرحات حتى اللي صدرت خلال الساعات الأخيرة بخصوص أن علي معلول هيغيب من 10 تيام إلى 15 يوم أعطاك كده تصرحات غير دقيقة خليني أأكد عليك مرة تانية في الجزئية دي يا محمد الفرص قائمة بالنسبة للحاق علي معلول بمباراة الغد فرص قائمة المحاولات مكسفة قد تنجح هذه المحاولات وقد لا تنجح قد لا يستطيع علي معلول اللحاق بهذه المباراة لكن اللي أنا أقدر أكده عليك أن في محاولات مكسفة لتجهيز علي معلول للمشاركة في مباراة الغد هنشوف المحاولات دي هتنجح ولا لأ هتبان بقى التأكيد أو الخبر الأكيد حيبان بكرة بإذن الله على حسب حالة علي معلول هل فيه ألام مفيش ألام كل الأمور دي آآآ كل الأمور دي بتتعلق بجهز الطبي طبعا عاملين جهد أكثر من رائع في الحقيقة سواء بداية من إصابة بدر بنون قبل أول مباراة مرورا بعلي معلول دلوقتي في محاولات مكسفة نتمنى أن المحاولات دي تنجح بإذن الله ويلحى علي معلول بهذه المباراة تمام أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي قدر إن كان بنحاول نقربك شوية من الصورة من المشهد من مقر إقامة البعثة أبرز الأخبار التفاصيل إمكانية مشاركة علي معلول بنحاول قدر إن كان نحطكه في التفاصيل مع بعثة فريق النادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله غدا أيا كانت الغيابات هيكون في 11 راجل في الملعب يختموا البطولة بشكل طيب عشان مشهد الختام مهم جدا في ظل حضور مميز جدا هيكون لجماهير النادي الأهلي في ملعب المدينة التعليمية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا عندنا كلام كتير ولكن في ترند الأهلي ومحتوى السوشيال ميديا والحديث عن استعدادات الأهلي لمباراة بالمراسة غدا الخميس الساعة 5 بتوقيت القاهرة